إيران تعتبر حالها من بيشتان وضعها بالموضوع العراقي بأنه العراقي حديقة خلفية كل شيء لها مباح وفي العاونة الأخيرة بعد الانتخابات وصبحت كردستان في مرمى كل الأسلحة الإيرانية من كاتيوشيا إلى دروناد إلى تدخلات وإلى ضرب الحدود وحقيقة أثم من جهود حكومة داخلين كردستان وبالأخص وقيادة الرئيس بارزاني بأنه الموقف هادئ نحن ضد التصعيد ونحن ليس في وضع أن نكون هناك في صراع مع إيران ونتمنى عن إيران أن يكون لديها موقف آخر بشأن تدخلاتها في العراقية ولكن وصلت بها الحد إلى الوقاحة أو الجرأة أن تدخل بإيران عراقية الحرس التوري وأن يخطب ناس مزارعين أن حقيقة هذا شيء مغجل وبلطجة بلطجة سياسية حقيقية وهذه الأمور إذا مشت بهذا الاتجاه حقيقة ستعقد على إيران أكثر من ما تعقيدها على العراق وكردستان إيران تدخل تضرب يبكى في داخل أضايا العراقية في نفس الوقت تدعم بككى في أراضي أخرى ذات تركيا على ملعب العراقي ويومية ترسل صلاح وكاتيوشات عن طريق مجموعات غير منضبطة بما يسمى ليس من الحجد الأصلي الذي يكون لهم كل احترام حقيقة هذا ستعقد المشهد الإيراني أكثر على الإيراني من العراقين ولكن ما يجب علينا أن نفعله وما يجب على المجتمع الدولي أن يفعله على العراقين إذا الحكومة صرفت كحكومة عراقية لحد الآن أن تثير هذه القضية من المحافل الدولية وأن تتكلم عن الإيرانيين بشكل صريح لأن الأمور وسطت إلاحتها بأنه سوف تحقد الأمور أكثر إذا الإيرانيين يعتقبرون بأن هذه نقطة لضغط على حزب الديموقراطي الكردستاني بالتغييد تحالفاتها الأولى بهم أن يدخلوا مع أخوانهم الشيعة الذي كثيرين منهم يعتقبرون روحهم بأنهم من أسلام إيران منذ أن ولدوا وهناك وطنيون محترمون أن يكون هناك جمع شمل شيعي حتى يكون نطلع من هذا الانسداد السياسي الموجود بالبلد ولكن الأمور إذا توجهت بهذا الاتجاه سيكون هناك تدخل تركي أزيد تدخل أمريكي أزيد والنقمة الجماهيرية ضد الإيران في مناطق بالأخص في كردستان ومناطق أخرى من العراق وحتى داخل المجتمع الشيعي ستكون بدرجة زيادة ستكون تأثيرها غير مرحب بها في إيران وتعقد المشهد السياسي بالمنطقة أنا نظرت على المقالتين التي أشترض بها لسيباستين روبين أنت ليفي حقيقة نجد بانتباهي أكثر لماذا نجح الدعم الأمريكي العسكري هذا أيضا يربط بها بتدخل الإيران الموجود بالمنطقة يعني لو إيران كان منطل العراقيين فرصة والعراقيين مستفادين من الدعم الأمريكي من التسليح والتجهيز والتدريب ومتعاملين بعد مجتمع العراقي عن طريق ناس وطنيين وليسوا تابعين وفاسدين كنا في وضع أحسن من ما نحن عليه اليوم من ناحية الاستراتيجية من ناحية العسكرية من ناحية السياسية من ناحية الاقتصادية ولكن مع شديد الأسف وجه ببرزة من ناوية الأخيرة بأنه دعنا ندعم فقط الأخوة الأكراد في كردستان عراق ما عدى الباقيين بسبب فشل الموجود وأنا هذا من وجهة نظري يمكن نقدر أن ندافع على كردستان لأن هناك كثير من أسباب مشاركة ومشابهة بين أوكرانيا وكردستان ولكن أيضا ستعقد المشهد السياسي أكثر علينا كاكراد وعلينا كعراقين